هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني للناشئين لقب بطولة آسيا للبرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الياباني مؤكدا أن هذا الإنجاز يترجم بكل وضوح الدعم الكبير الذي تلقاه الحركة الرياضية من قبل القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كافة الظروف المثالية أمام المنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات التي تؤكد تطور الرياضة البحرينية وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتحقيق المنتخب الوطني للناشئين للمركز الأول في البطولة مؤكدا بأن هذا الإنجاز جاء ثمرة التخطيط السليم الذي ينتهجه الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة علي إسحاقي والذي عمل جاهدا من أجل تطبيق استراتيجية اللجنة الأولمبية البحرينية في الاهتمام بالفئات العمرية المختلفة وتشكيل قاعدة متميزة قادرة على تحقيق الإنجازات للمملكة وهو ما تمثل على أرض الواقع في منتخب الناشئين وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن فخره واعتزازه بالجهود المتميزة التي بذلها لاعبو المنتخب الوطني وحرصهم على تقديم المستويات العالية في البطولة والتي ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاق الرياضي الأسيوي مشيدا سموه بالعروض القوية التي قدمها لاعبو المنتخب الوطني طيلة مجريات البطولة بفضل إصرار اللاعبين على تمثيل المملكة بصورة مشرفة في هذا المحفل الأسيوي مؤكدا سموه أن فوز المنتخب الوطني بالمركز الأول في البطولة دليل واضح على مدى المكانة المتميزة التي باتت تحتلها رياضة كرة اليد البحرينية التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الاتحاد البحريني لكرة اليد إلى ضرورة إعداد استراتيجية فنية واضحة المعالم لإعداد منتخب المستقبل للمشاركة في بطولة العالم آملا في تحقيق الظهور المشرف وتأكيد تطور كرة اليد البحرينية